كل طرف بيعصد من جهته مثلا الحوثيين بيحرروا القدس وإن؟ في اليمن نحن نريد أن نذهب إلى القدس نحن من سنحرر القدس وهذا واضحة من اليمن هنا القدس هنا عكا هنا أريحة هنا نابلس هنا أمريكا وإسرائيل وهنا فلسطين أمامكم ونصب عيونكم زحفا تطهيرا شاملا من هذه المدينة إلى فلسطين إلى القدس أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف بيقاتل مع الفلسطينيين جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف ضد الإسرائيلين وين؟ في تعز نفسها إيران بتواجه أمريكا في اليمن وهذا يعكس مدى قدرة إيران على مواجهة الأمريكيين في الواقع الموجود في اليمن أيضا أمريكا قالت أجلس فاضية ليش؟ أروح حواجه إيران في اليمن أوباما شرب ثلاث مرات كأس السوم على بوابات دمشق على أسوار غزة على تقوم بغداد اليوم يشرب الكأس الرابع في صنعان أيبا الأمريكيين جوا يشربوا الكأس الرابع في صنعان ما شاء الله جوا يتقاهوها يعني بدل ما يتجلسوا فاضي حسن نصرنا نفس الشيء قال آه أنا جلس بدون قهوة الناس يتقاهوه أنا أتفرج ميسيك هل قلص حكوه جاء وين؟ جاء ينتقم من إسرائيل في اليمن ونعتبر أنه بالعكس يعني نحن لا نخجل إن سقط لنا شهداء في اليمن لا نخجل من ذلك بل نفخر بذلك ونعتز بذلك ونرفع رؤوسنا بهؤلاء الشهداء نرفع رؤوسنا إيش خب وين؟ جاء بعدها أتحالف قال آه النس بيذقاهوه جنبنا واليمن ينهى ولا أجيران أنا أحسن مكان نحن ناخذ دلتنا ونروح نواجه إيران وين أنسب شيء في اليمن قال السفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة إن دول الخليج وإسرائيل تتعرض للمخاطر الإيرانية ذاتها وأن اليمن هو المكان الأكثر منطقية وسهولة لمواجهة إيران قالوا إن اليمن هو الأكثر منطقية وسهولة لمواجهة إيران المنطق قال هكذا لأنه لو راحوا يواجه إيران في إيران نفسه ما فيش منطق أحسن منطق إنه تجد واجهها من اليمن ودراجمه المنطق قال هكذا أنا عارف أيضا الإماراتيين جوا يحرروا جزرهم المحتلة من قبل إيران إنه الجزر اليمني لا تجاوروا جزر السقطرة اليمنية تلك التي تقول الإمارات إن إيران تحتلها وهي جزر طنب الكبرى وطنب الصورة وأبو موسى حتى ترسل أبو ظبي قواتها إلى السقطرة تمهيدا لتحرير الجزر الثلاثة وهكذا يا من معه مع أي دولة مشاكل تعالى اليمن صفيح سابك باتل يا عظيم الرقاء من اشتي الحرب أقا اندلعت لازمة الجديدة بين الهند وباكستان وبسرعة فائقة بلغت درجة أقرب إلى المواجهة منها إلى التوتر العابر لحظة 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 توتر بين الهند وباكستان لحظة العنوبليز العنوبليز سأسألكم بالله لا تقرحوا رصاصة واحدة في بلادكم تعالوا بقي معنا محافظة فاضية شاغرة ما في عش أي مشاكل تعالوا جيبوا سلاحكم وتعالوا صفوا حسابتكم عندنا انتبهوا المنطق خلوكم منطقين زي الآخرين المنطق يقول ما دي تحاربش في بلدانكم تعالوا صفوا حسابتكم بعدين انتم ما بتعبونش كثير دول نووية كن بلا منهانا وقن بلا منهانا وحلتهم مشكلتكم ومشكلتنا يعني ما بتطولش خمس سنوات زي الأولي خلصونا بزرعة والفاتحة وفي مقابلة خاصة بصباح العربية أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنها عجزت في أن تكون حكما في خلافات أحلام وراغب وقررت ألا تحاول الفصل بينهما خلافات بين راغب علامة وأحلام ومنانسي بالتوسط بينهم يا سلام مدام فيها نانسي تعالوا أنتم بدون أي استئذة تعالوا صفوا حساباتكم عندنا نفضي لكم بيتنا أهلا وسهلا وعادي لو طولت أنتم مشاكلكم خذوا راعتكم لا تستعجلوش وليش الأخت نانسي تتوسط وتعب نفسها ويجع راسة خلالهم يجوا يصفوا حساباتكم وولادك لقي ولا حاجي يلا خلاص ينتين مشاكل زوجك ويتعالوا والأخت أحلام ولا أهمك بنوفر لك كينتاكي وطنباكي ولي تريدون لا تقلقوش من هذا الجانب وعلى فكرة عندنا تقفيضة هذا اللهم أي واحد يريد يصفح حساباته يلحق الموسم